جددت وزارة الصحة الدعوة لجميع المؤهلين لأخذ الجرعة المنشطة الثانية بالمبادرة لأخذها عبر التوجه مباشرة إلى المراكز الصحية دون الحاجة لأخذ موعد ولفتت الوزارة إلى أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن عن إتاحة الجرعة المنشطة الثانية للحاصلين على ثلاث جرعات من تطعيم سينوفارم المضاد للفيروس وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من أخذ الجرعة المنشطة الأولى من تطعيم سينوفارم للفئة العمرية البالغة من العمر 18 عاما وما فوق مشيرة إلى أنه يمكن لهذه الفئة من المتطاعمين أخذ تطعيم فايزر بايونتيك أو تطعيم سينوفارم كجرعة منشطة ثانية